اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى مغادرته مطار الملك خالد بن رياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز السعود أمير منطقة الرياض ومع الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ختام زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية هذا نصها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأنا أغادر بلد الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة التي لها كل محبة واعتزاز وتقدير أن أعرب لكم عن عميق الشكر والامتنان على ملقيته والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال تعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين بلدين كما أود الإعراب عن الاعتزاز لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا بالروابط الأخوية والصلاة الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وإنني إذ أكرر خالص شكري وتقديري لأدعو الله جلة قدرته أن يحفظكم ويرعاكم ويديم على بلدكم في ظل قيادتكم الحكيمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والاستهار ودمتم بعون الله سالمين موافقين ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر وتقدير إلى أخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية فيما يلي نصها صاحب السمو الملكي الأخ العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني وأنا أغادر بلد الثاني المملكة العربية السعودية أن أعرب عن عميق الشكر والتقدير لسموكم على حسن الوفادة وحفاوة الاستقبال والذي يعكس ما تتميز به علاقات البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية ممتدة إن علاقات الأخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتي تحظى بحرص سموكم حفظكم الله واهتمامكم المستمر هي علاقات تركتكز على مواقف ثابتة صنعها أجداد واستمر عليها الآباء ونواصل عليها بعزيمة نحو مستقبل واعد لمزيد من النماء والاستهار لجميع ونشيد في هذا الصدد بمساعيكم الحثيث دوما في الدفع بالعلاقات التنائية نحو أفاق أوسع تعزيزا للتكامل بين البلدين الشقيقين داعيا الله العلي القدير أن يوفق الجميع لتحقيق التطلعات المنشودة سائلا الله المولى العزيز أن يحفظ سموكم ويمتعكم بالصحة والعافية وطول العمر وأن يحفظ أن يحقق المزيد من الازدهار والتطور للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأبناءها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس المسرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر